أهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كوشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعنوي المصدر أولاين يتحدث عن طقوس ومظاهر رمضان في حضر موت بائعوا اللحوم يلجأون إلى الإضراب ويغلقون ملاحمهم بصنعاء مركبة فضائية لنقل البشر والمعدات إلى القمر بحلول 2024 أهلاً بكم لرمضان في حضر موت مكة مميزة صنعتها عادات وتقاليد وطقوس ومظاهر احتفائية مختلفة كما يقول المصدر أولاين فإلى جانب الأجواء الروحانية تنتشر الكثير من المبادرات التطوعية الهادفة لفعل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين حيث تقوم عدد من المبادرات الشبابية بحملات لتنظيف دور العبادة والشوارع الرئيسية بالمناطق والحارات كمظهر بارز لاستقبال الشهر المبارك قبل أيام من حلول شهر رمضان يعود معظم إن لم نقل كل أبناء حضر موت الذين غادروا محافظتهم بسبب ظروف العمل ليكون شهر رمضان المناسبة السنوية التي تجمع أبناء الحي الذين فرقتهم ظروف الحياة بصورة كبيرة تقام اللقاءات بين الأصدقاء والاجتماع على مائدة الإفطار بعد سنة كاملة من الغياب والشتات كما تنتشر بمناطق حضر موت الإفطارات الجماعية لأبناء الحي والحارة وكذا قيام الشباب المتطوعين بتوزيع الإفطار على عابري سبيل قبيل أذان المغرب مائدة إفطار ووجبات سكان حضر موت في رمضان تطغى عليها مأكولات شعبية ظلت محافظة على وجودها أبرزها وجبة الشربة وهي عبارة عن مادة القمح المطحون بعد طبخه وغليه مع الماء وإضافة قطع صغيرة من اللحم والبهارات الأهالي وبعد المغرب أو بعد صلاة التراويح يتناولون السنبوسة التي تطبخ أو تطبخها الأمهات في البيوت عصراً في معظم مديريات وادي حضر موت كما يتم بيعها أيضاً لدى الباع المتجولين بعموم حضر موت يقول موقع المشاهد أن المهاجرين الأفارق الذين تم تجميعهم من شوارع المنصورة والشيخ عثمان لم يستطيعوا منع فرحتهم بإطلاق صراح المئات منهم بعد احتجازهم طيلة أسبوعين في ملعب 22 مايو بمديرية الشيخ عثمان بعداً لكن فرحة هؤلاء المهاجرين المفرج عنهم انتهت بوفاة 14 شخصاً منهم بعد تعرض المئات للإصابة بالإسهالات والكوليرا الناتجة عن الأوضاع غير الصحية التي احتجزوا فيها مصدر طبي بمستشفى ابن خلدون الحكومي بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج أكد للمشاهد أن نحو 260 مهاجر أفريقياً وصلوا إلى المستشفى في حالة صحية متدهورة فقارر المنظمات الإنسانية أشارت إلى معاناة الآلاف منهم بعد تجميعهم في مواقع غير مهيئة أو مجهزة لاستقبال أعدادهم الكبيرة فانعدام الحمامات يضطر المحتجزين لقضاء حاجاتهم في أماكن جلوسهم ما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة فضلاً عن عدم توفر وجبات كافية لهم بسبب أعدادهم الهائلة إدارة الأمن في محافظتي عدن ولحج نفذة حملات تجميع للأفارق المهاجرين من الشوارع الرئيسية والأماكن العامة قبل أسبوعين شملت آلافاً منهم وضعوهم في أماكن غير مهيئة لاستقبالهم يصادف يوم الحادي عشر من مايو الذكرى الرابع لانطلاقة قناة بلقيس وفيها كتب عمر الحميري في صفحة على الفيسبوك مقال بعنوان قناة بلقيس أربع سنوات من المهنية أضاف فيه حيث يكون الإنسان أولوية والقانون معياراً والمهنية هي الإنحياز تكون قناة بلقيس شهادة في بلقيس ليست مجروحة لأننا نتشارك هم الوطن وقضايا الإنسان ولا شيء أكثر شاركت عبر عدة برامج فيها ولدي ملاحظات إيجابية كثيرة تجعلني لا أتردد أبداً على الظهور فيها ترتيبات معدي البرامج متميزة وتميزها القرب من الناس وفي كل قضية يتم استضافة أفضل من يمثلها لم يحدث أن طلبوا من الضيوف التركيز على نقطة معينة أو تبني فكرة أو تسليط الضوء عليها كنوع من التوجيه مما يدل على احترام الضيوف والمشاهدين وهو ذاته سبب عزوفي عن التعامل مع بعض قنوات أخرى يمنية في نهاية أعتبر بلقيس مصدراً موثوقاً ومهماً للمعلومة ولم يحدث أن تبنت قضية أو معلومة ثابت عدم صحتها أو المبالغة فيها وهذا يدل على مهنية فرق العمل الميدانية والإدارية البعد الوطني في اختيار القضايا ومعايير الأولوية تدل على قناة عظيمة لها مستقبل كبير إضافة إلى الستايل الأنيق للقناة شعاراً وغرافيكس وحضوراً راقياً للإعلامي اليمني عبر مديعيها والمستوى المتمكن في إدارة الحوارات والبرامج تكون هي القناة اليمنية الأولى بلا منافس وتتفوق على قنوات عربية كثيرة لذلك هي الأولى في السنة الرابعة لا يلقي سعد إبراهيم بالا لإضراب بائعي اللحوم أو لارتفاع أسعار اللحوم فغالبية الناس يكافحون من أجل الاحتياجات الأساسية أما اللحم فصار حلوماً بعيد المنال حتى بالأعياد لكن محمد أحمد أحد بائعي اللحوم كما يقول لموقع بلقيس تبدو عليه ملامح الانزعاج والغضب من إضافة الرسوم الجديدة على أسعار المواشي ويعتبر أن الغرض من هذا الإجراء التضييق على الناس في معيشتهم ونهب جهدهم يقول محمد لبلقيس كل يوم ندفع مبالغ مالية بحجج مختلفة ولا نستطيع الرفض لأننا نريد أن نعيش وأن نتجنب المشاكل والآن أضافوا رسوماً على المواشي في مداخل صنعاء يضيف لا ندري ما سبب هذا الإجراء الذي سيؤثر على كثير من الأسر وهل المطلوب أن نغلق المحلات ونترك لهم البلد؟ ويعتبر أبو جلال صاحب ملحمة النوم أن فرض رسوم تقدر ب750 ريال على كل رأس غنم وما بين 5000 إلى 8000 ريال على البقر إجراء غير قانوني وأشبه بعملية جمركية ويقول لبلقيس إن الأغنام والأبقار لا تأتي من خارج البلد حتى تحتجز وتضاف عليها رسوم في المداخل وإنما من المحافظات المجاورة نقابة بائعي اللحوم بصنعاء أكدت أن الإضراب جاء نتيجة لما حصل من تعسف وابتزاز وفرض مبالغ باهضة على سيارات تجار المواشي وبائعي اللحوم في مداخل صنعاء من قبل إدارة المسالخ بأمانة العاصمة التابعة لجماعة الحوثي أعلنت الأمم المتحدة كما ورد في موقع يمن مونيتور أن حوالي عشرة ملايين شخص في اليمن أصبحوا الآن على بعد خطوة واحدة من المجاعة جاء ذلك في مؤتمر الصحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك قال فيه أيضا نجح برنامج الغذاء العالمي خلال مارس الماضي في الوصول إلى عشرة ملايين وستمائة ألف شخص وتقديم المساعدات الغذائية الطارئة لهم وفي الأشهر المقبلة يهدف البرنامج إلى توسير عملياته لتصل إلى 12 مليون شخص شهريا واستدرك قائلا تهدف خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 إلى مساعدة أكثر من 20 أو أكثر من 20 مليون يمني بالغذاء والماء والرعاية الصحية وأنواع أخرى من المساعدات وأوضح أن هذه الخطة تتطلب أربع مليارات ومائتي مليون دولار وبلغ حاليا إجمال تمويلها نحو 14% فقط ودع حق جميع المانحين إلى تمويل خطة 2019 بالكامل في أسرع وقت ممكن لمساعدة ملايين اليمنيين الحديدة ضلال الأمم المتحدة في اليمن هذا ما اختارته الكاتبة بوشرى المقطر عنوانا لمقالها المنشور في صحيفة العربي الجديد قالت فيه عزل سياقات الحرب في الحديدة عن سياق الحرب الشاملة في اليمن ظل محور استراتيجية الأمم المتحدة حيث قاربت الحل السياسي للأزمة اليمنية من منظور القوى الدولية والإقليمية ووفق أولوياتها الملحة ومن هنا يأتي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2445 استجابة لمصالح القوى الدولية والإقليمية لا مصالح اليمنيين إلا أن هذا القرار لم يودي إلى انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة وإنما أوجد وضعا خاصا بالمدينة بعيدا عن جبهات القتال الأخرى إذ دولت الحرب في مدينة الحديدة لحماية مصالح القوى الدولية والإقليمية عبر تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر من تهديد جماعة الحسي لم يؤدي وجود قوات أممية في مدينة الحديدة باعتبارها قوة فض اشتباك إلى وقف القتال اتحولت المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة إلى ساحة دامية لمعارك يومية بين المتقاتلين في حين حصرت مهمة القوات الأممية في تنظيم القتال في المدينة وذلك عبر تحديد مناطق تماسي محددة وتسجيل خروق الهدنة الشكلية بين الجانبين ومن ثم لم تتغير كثيرا خارطة الصراع إذ لم تفقد جماعة الحسي مواقعها الرئيسية بل استثمرت الخلل في أداء كبير المراقبين الأمميين لتكريس قوتها في المدينة وذلك عبر الاستمرار في إقامة التحصينات في النقاط وأحياء المدينة كما حولت الشوارع إلى خنادق وأنفاق وزرعت الخطوط الأمامية بالألغام في المقابل وعلى الرغم من أن قبول السلطة الشرعية اتفاق ستوكولم كان استجابة لضغوط دولية وإقليمية وبشكل خاص حليفها الإقليمي العربية السعودية فإنه ومع مضي أكثر من أربعة أشهر على الاتفاق أدركت السلطة الشرعية أن أخطر نتائج ستوكولم فيما يخص مدينة الحديدة ليس تدويل جزء من الأرض اليمنية وفقنانها إدارة المدينة في المستقبل وإنما نزع مدينة الحديدة لورقة ضغط سياسية على جماعة الحوثي في جبهات القتال الأخرى بدأت جماعة الحوثي بحسب صحيفة العربي الجديد صباح السبت إعادة الانتشار في ميناء الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السلام برعاية الأمم المتحدة وذكر شاهد من وكالة رويتورز أن فرق الأمم المتحدة تراقب انسحاب الحوثيين بميناء الصليف ورأس عيسى في الحديدة يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة ترحيبها بالعرض المقدم من الحوثيين بتحقيق انسحاب أحادي بميناء الحديدة بينما أعلن لوليسجارد أن بعثة الأمم المتحدة ستتولى مراقبة عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب الذي سيبدأ السبت وينتهي الثلاثة المقبل وفي أول رد فعل من فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة عن الخطوة التي أعلن الحوثيون عزمهم القيامة بها قال اللواء صغير بن عزيز إن أي انتشار أحادي بدون رقابة وتحقق مشترك يعتبر تحايلا على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقاتها وسوف يعر الأمم المتحدة شحنة الأسلحة الفرنسية المباعة للسعودية حازت على اهتمام كبير في الصحف البلجيكية حيث قالت صحيفة لالي بير إن سفينة الشحن السعودية بحري ينبع مصدر الجدل مؤخرا لن ترسو في ميناء لهافر الفرنسي حيث كان من المفترض أن تحمل شحنة أسلحة كان من المتوقع أن ترسو السفينة في الميناء لعدة أيام قبالة لهافر لكن الجدل استمر حول السلاح الذي كان يصدر من هذا الميناء وأكدت العديد من الجمعيات أنه يمكن استخدامه ضد المدنيين في اليمن الرئيس إيمانويل ماكرو أكد يوم الخميس تمسكه ببيع الأسلحة الفرنسية للسعودية مع ضمان أنها لن تستخدمه ضد المدنيين في اليمن مرت سفينة الشحن السعودية وفقا لعدة مصادر عبر ميناء أنتويرب البلجيكي ثم عبرت بريطانيا قبل التوجه إلى ميناء لهافر وهي تتجه الآن إلى شمال أوروبا قبل التوجه إلى سانتاندر أسبانيا في بلجيكا أيضا تشك المنظمات غير الحكومية في أن شركة بحري السعودية تقوم منذ الصيف الماضي بشحن أسلحة أو ذخيرة بشكل منتظم إلى الرياض يتساءل الكاتب عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط هل نحن أمام حرب مع إيران؟ ثم يعود ليجيب عن سؤاله بالقول لأربعين عاما رأينا في طهران عقلانية شريرة تدفع الأمور إلى حافة الهاوية لكنها لا تقفز منها اليوم الوضع مختلف كثيرا الإدارة الأمريكية هي التي تدفع بإيران إلى حافة الهاوية وصل الوضع إلى مرحلة خطيرة لم يبلغ مثلها النظام الديني الثوري من قبل منذ وصوله إلى الحكم في السبعينيات إما أن تعالد وتستمر في الرفض على أمل أن تغير واشنطن موقفها أو تتغير إدارة ترامب إيران احترفت مهنة المخاطرة ولم تجرب أبدا العواقب والمرات التي خاطرت فيها إيران باشتعال الحروب معها كثيرة وعندما تجرأت إيران على استضافة قيادات من القاعدة على أراضيها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 وكذلك تحديها للتهديدات الأمريكية المتكررة بقصفها ضد المفاعلات النووية وتخصيبها اليورانيوم لأغراض عسكرية هذا فضلا عن الحروب التي شنتها أو كانت وراءها في سوريا ولبنان والخنيج واليمن كلها ظروف خطيرة وضعت إيران من خلالها العالم على حافة المواجهات وكادت تتسبب في مواجهات عسكرية لكن طهران لم تقدم قطع على أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة والعكس صحيح أيضا تحاشى الأمريكيون الحرب اكتفت طهران باستخدام وكلائها للقيام بالمهام القتالية مثل حزب الله وميليشيات كثيرة أسستها في العراق والحوثي في اليمن مما كان يوحي أن سياسة إيران واضحة جدا بتحاشي الصدام العسكري مع القوة الأمريكية الموجودة في المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وتعتبر أن لها مصالح حيوية قد تدخل بسببها الحرب دفاعا عنها كما فعلت في عام 1991 لإخراج صدام حسين من الكويت وفي 2003 عندما غزت العراق كشف جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون كما ذكر موقع شبكة البي بي سي عن نموذج لمركبة فضائية تستخدم لنقل البشر والمعدات إلى القمر بحلول 2024 ومن المقرر أن تستخدم هذه المركبة التي أطلقت أو أطلقت الشركة عليها اسم بلومون أو القمر الأزرق في نقل المعدات العلمية وإطلاق الأقمار الصناعية ونشر المركبات المسيرة عن بعد على سطح القمر وقال بيزوس سوف نعود إلى القمر مرة ثانية لكن هذه المرة لنبقى وتحمل المركبة بلومون كمية وقود كافية لرحلتها من الأرض إلى القمر حيث يمكنها تفريغ حمولتها على سطحه علاوة على قدرتها على نشر أربع مركبات مسيرة وإطلاق أقمار صناعية في مدارات حول القمر إدارة ترامب أعلنت في مارس الماضي اعتزامها إعادة إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024 طردت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي كما تقول صحيفة الحياة المذيع والمقدم للبرامج داني بيكر بعد أن نشر نكتة في تويتر حول المولود الجديد الذي رزق به دوغ ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغام ماركل وأفاد موقع بي بي سي أن التغريدة التي انتشرت في وصائل التواصل الاجتماعي والتي أزيلت لاحقا أظهرت صورة زوجين يمسك أحدهما بالآخر مع قرد يرتدي ملابس وكتب تحت الصورة عبارة الطفل الملكي يغادر المستشفى وقال ناطق باسم بي بي سي أن ما قام به بيكر يعد خللا خطيرا في التفكير المذيع بيكر قال عقب تعرضه للانتقادات لإذاعة أو لاذعة في وصائل التواصل الاجتماعي آسف لأن الصورة الساخرة التي نشرتها أو نشرتها للطفل الوليد أثارت غضب بعضهم لم يخطر ببالي أن تلك الصورة ستتسبب أو ستسبب كل هذا الغضب لأن مخي ليس مريضا ولحظة أن أشار لي بعضهم بمضامينها حذفتها وهذا ما حصل أهلا بكم إلى شرق أوسط أو شرق أوسط ما بعد داعش بهذا العنوان كتب حسن حسن مقاله في مجلة فورين بوليسي الأمريكية وعاد نشره في موقع الغد الأردني بعد أن قام بترجمته على الدين أبو زينة ويقول الكاتب في الأسبوع الماضي أصدر تنظيم داعش شريط فيديو جديد لزعيمه أبو بكر البغدادي ومع ذلك لم تكن رسالة الفيديو هي إظهار أن البغدادي حي يرزق فحسب كانت الرسالة أكثر طموحا بكثير كان هذا الظهور فوق كل شيء إعلانا عن الطموحات الجغرافية الأوسع للمجموعة هدف ظهور البغدادي في جزء كبير منه إلى افتتاح فصل جديد في حياة منظمته والتي تنتقل فيه إلى موراء منطقة خسارتها الإقليمية في العراق وسوريا وفي الفيديو تفاخر البغدادي بتلقي تعهدات جديدة بالولاء والتي قدمها إليه جهاديون في مالي وبوركين فاسو وأفغانستان وسيرلانكا يشكل استمرار ولاء هذه الفروع البعيدة لتنظيم داعش على الرغم من انهيار الخلافة في سوريا انتصارا كبيرا للمنظمة وهو يظهر أن داعش لا يزال في مكان يؤهله لتصدير صيغة الإرهاب الفريدة التي أتقنها في العراق قبل عقد من الزمان إلى منطقة جغرافية أوسع تمتد من الهند إلى غرب أفريقيا بينما يتحول من حكم خلافة إلى تشغيل حركة تمرد بعمله ذلك يكون التنظيم قد صدر العلامة التجارية الجهادية المخصوصة التي بناها في العراق المعروفة باستراتيجيتها الشرسة والطائفية التي لا تقبل المهادنة حتى مقارنة باستراتيجية القاعدة وطالبان من وجهة نظر داعش كانت استراتيجية زيادة منسوب الوحشية والطائفية فعالة وسمحت له بالنهوض من هزيمته الأصلية في العراق في العام 2008 منذ العام 2016 لجأت المجموعة إلى التكتيكات القديمة من اغتيال قادة المجتمعات وشراء الولاء المحلي وزرع الخلايا النائمة لتنفيذ عمليات سرية ليس لمحاربة أعدائها فحسب وإنما لتفريغ المناطق التي تعمل فيها من أي منافسين محتملين في نهاية المطاف يؤكد شريط البغدادي فشل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في القبض عليه وتفكيك منظمته وهو يظهر تمتع كل من البغدادي وتنظيمه بالصحة ويدحظ الإشاعات الأخيرة التي قالت إنه مريض ويسمح بالتباهي بتنفيذ هجوم إرهابي كبير وبالتوسع إلى أماكن جديدة وبتجنيد أعضاء جدد جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي التليغراف البريطانية والتي نشرت عبر شبكة مصورية المحترفين في العالم صوراً مختلفة لمعظم الأحداث نتابع ترجمة نانسي قنقر الريشة أيضاً تستطيع أن تنافس الصورة والكلمة لتعبر عن مختلف القضايا بطريقة جذابة ومختصرة كما هو حال رسامي الكاريكاتير نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن بهذه الصور والرسوم نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء